اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة شكرا 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة خارجوا في القناة انها اشتركوا في القناة الدولة زي امو هولندا جاي تستورد مجرمين جاي تستورد مساجين تستورد من النروج مثلا لانتقول لا اردى شغل الموظفين مال السجون يا اخي ما عدنا يا بويسر ما عدنا يا حيدر اللعباتي وديهم يا اخي وديهم الهولندا اذا ما اتخاف تجيبهم تسجنهم ببغدال وديهم الهولندا هم زيارة وتسيارة اكتهمتني معدل الجرائم في هولندا الى استيراد سجناء من دولة النرويج واغلاق 19 سجن سنة 2016 كما من المقرر ان تغلق خمس سجون هذا العام وقال موقع التليغراف الهولندي ان عملية اغلاق السجون ستتسبب في بطالة عمالها وقدر الموقع عدد هذه الوظائف باكثر من الفي وظيفة ولمواجهة ازمة خلو السجون من المجرمين قامت الحكومة الهولندية باستيراد 240 سجينا من النرويج حتى تبقى سجون مفتوحة وهولندا من بين الولدان التي تعتبر ان مكافحة الجريمة من اساسيات تقدم المجتمعات وترجع اسباب خلو السجون من المجرمين الى انخفاض نسبة الجرائم وجدية الحكومة الهولندية في التعاطي مع السجناء الذين تعابلهم من منطلق الاحتواء للعقاب حسب التليغراف قرار الحكومة الهولندية ليس الاول من نوعه فقد سبق ان اغلقت الحكومة السويسرية اربعة سجون بين عامي 2011 و2013 بالله عليكم كم نائب سابق وحالي وكم وزير سابق وحالي افترض ودي الهولندية الهولندية خلي روح شوف انا البعض عبالة انور الحمداني يحكي مني يقول ذول العدوم جناسي والعدوم مثل شنو عبالة انا ضد الجنسية هسا حما بس رجال الديني يفتون سنوا شيعة هسا مونكم مرجعية دي ارد يصير مرجعية سياسية بالله ارد يبقى من حقه افت يا اخي انا كل مصايب كل مصايب اللي صارت على راسي وراسي هالي وراس ناسي وراس مجتمعي سببها الفتاوى الدينية بصراحة سنية وشعية الي ازعل يتخ راسه بالحياة ورأيه وعبر عنه انا اردفت سياسيا لا يا عمي يا كل عراقي اذا توفرت لك الفرصة تحصل جواز اي دولة اخذة اخذة فتوى من عندي من انور الحمداني اخذ جواز اي دولة تحصل عليه اي دولة امريكي بريطاني دنماركي نرويجي بس تم دولة لا تاخذهم سعودية ايراني واحد يروح على دولتين مادرش بيهم لا اخذ مال دول محترمة شتري تقدر تاخذ روح روح اخذ تشتري تروح هجرة تروح بالبحار تروح تزوير اخذ 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 شوف الدنيا وين وصلت تعلم الثقف يا عراقي لا تبقى حاصرينك الفتاة ورجال الدين وفشل رجال السياسة لا اطلع من طورهم اطلع من طورهم لان ذولة فزدوا والافندية اللي اخذوا بزمن صدام الرئيس الراحل جاي ناس يقول لك احنا مناضلين لا عم انتم مو مناضلين انتم مو مناضلين المناضل الحقيقي هو العراق اللي اضطر يهرب من العراق بسبب سياستكم حتى يروح يوصل المانيا والله يوصل الدنيمارك والله يوصل النرويج والله يوصل امريكا ذاك هو الشري او السويد ذاك هو المناضل مو انتم المناضلين اللي جدتوا قاعدين بيتزاوب مدريش يسموها وهمبرغر مثل على العلق على العلق مناضل ما شو قهدومي اسا على العلق على شنو مناضل يا ابو سويت التوعي ما امتكبوا مناضل ما شنو يا ابو مناضل ما القنادق دي خلينا مو كل يوم جاي تحشونا وقل نقول لكم حلقنا دم خلونا ساكتين يقول انا مناضل شوفا شوفا المناضل هذا يعني انا اول اسألني الي قبلا انا طبعا احمل الجنسية العراقية المبارك الكريم اللي افتخر فيك هو عراقي وعندي ايضا بالاضافة لذلك جنسية دنماركية طيب ولكن اه وطنيتي اسما واكبر عندي من كل شيء وثانيا ثانيا هي شهادة فخر اللي يحمل اه مناضل او مجاهد او مكافح في زمن طاغية صدام اه حكم بالاعدام وخرج الى دولة اخرى وحكم وتلك الدولة اعطاته جنسية الان تجي انت تحرم شكل مناضل سابق شكل مكافح شكل مجاهد قديم تحرم هذا اجتثات الجهاد واجتهاد الاجتثات مثل ما اقرر اجتثات البعض فظاهر ان بعض الناس يريد ان يشتثل المجاهدين والمناضلين ثانيا ان البدستور طلب تنظيم قانون طلب بس اخر كلمة طيب اقرر يعني مسألة الجنسية تنظم بقانون الى الان ما عدنا قانون نظم هس اذا صار القانون سيد علي وانذي لا يحرم بس بالله عليك سيد علي بخت ناخبيك لانتخبوك وقلت ليش الحكمة بالعدام بالعراق يا تريد تقنعني مثلا تريد تقتال صدام حسين ها واخترقت فوج الحماية والحماية الحرس الخاص ووصلت يم حسين كامل لو يما عبد الحمود قلت له مرد قتال صدام بعدين كشفوك وبعدين هزمت مو بالله ايش اقنعني اقنعني رامبو شاكوبيا رامبو عراقي مثل ماكو رامبو امريكي دول اللي قشمرونا يا عراقيين روحوا اخذوا اخذوا جناس الدنيا كلها كلها والله كلها مارد منع اي دولة كلها ماعدها الدولة سعودية ويران خلوه صح كل دول العالم اخذوا جناسيها وتعال اكسروا اخشوم الفاشلين والفازدين يا عراقيين بزودكم وبنجاحكم هذا يعني اول اسألني الي قبلا انا طبعا احمل الجنسية العراقية المباركة الكريمة اللي افتخر فيها عراقي وعندي ايضا بالاضافة لذلك جنسية دنيماركية طيب ولكن وطنيتي اسمى واكبر عندي من كل شيء وثانيا ثانيا هي شهادة فخر اللي يحمل مناضل او مجاهد او مكافح في زمن طاغية صدام حكمه بالاعدام وخرجه الى دولة اخرى وحكمه تلك الدولة اعطاته جنسية الان تجي انت تحرم شكه مناضل سابق شكه مكافح شكه مجاهد قديم تحرم هذا اشتثارة الجهاد موسيقى 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 ناس المرسيدس بتسوك دا كل مشوي مع مسلوك ناس المرسيدس بتسوك دا كل مشوي مع مسلوك لكم ناس بتركب ع الغزوك سبحان العاطل سبحان العاطل تعدب واطن في مقراضي تعدب واطن في مقراضي يبي يرعم بالحرية هست شرم كون مطاطي هست شرم كون مطاطي هست شرم كون مطاطي شر عمو؟ اقول لك شو نتسوى بهم؟ من هو؟ الحمداني شوكي؟ فالله عمو نلتلت هي الفرحة وحقه للقرآن ايه؟ من شنو فادر؟ قاله معمو انتو؟ امريا؟ تعرف اياد علاوي مسيحية صارة جمزنة واني كابل تلعباني؟ هل تعرف ايه؟ تطلع تطلع حالناك وقصدوك شلي بقلوه؟ هاني بطل مثلك؟ اه؟ بحق القرآن لا بطل اكثر من منه ايه؟ 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 قول باقي على الله ايه؟ باقي على الله نسيش من دليمين نمشي بعد الشارع مو؟ ايه؟ ايه؟ مو؟ ايه؟ 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 اه؟ ايه؟ 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 لا بالقرحان. اه. والله بطل. امه جاي بالتصليح تعبان عني والنعم. دكتور حيدر العبادي. كان يشتغل مصلح مع المصاعد. في شركة. جزء من واجبات هاي الشركة ان تقوم بمهمة تصليح المصاعد القديمة مع البناء القديمة مع المؤسسة الببيس البريطانية. راح الدنيا وجدت الدنيا صار رئيس وزراء. فافتخارا بي كتبة الببيس البريطانية في لوحة الشرف عندها انه يا جماعة ترى اللي استضاين فيناهم واللي اشتغلوا ويانا واللي تساعدون ايش صاروا بالمناصب بالعالم. فقالت دكتور حيدر العبادي. طبعا ما قالت دكتور. قالت حيدر العبادي لانه هو الدكتور. الله ما بينه وبينه انا اتحدى علىها ويطلع للدكتورة. الساعة مو رد علي الحج هذا العامري. رد علي بس بعدني ما وصلني صورة وصوت. رد علي رد. وصلني الرد انه قال يا بانور انتجها تسأل شنو شهادة هذه العامري. انا ما اخذ شهادة ادارة واقتصاد قسم الاحصاء من بغداد سنت 73 اربعة وسبعين او خمسة وسبع ستة وسبعين ما اعرف بالضبط اللي وصلني. بس من توصلني صورة وصلت اعرض لكم اياها. هذا حج هذا العامري. يقول لك عندي شهادة كلية ادارة واقتصاد بالسبعين. لكن انا اقول هل دكتور حيدر العبادي يحمل دكتورة؟ حدا يطلع للدكتورة. اما تقولولي ابو دكتورة سبوله انا احتي عنه. ابو الله يرحمه شخصية بغدادية عريقة ومحترم. لكن حيدر العبادي البريطانية كتبت. قالت يا جماعة هذا الرجل اللي صار رئيس وزراء بالعراق. ترى كان يشتغل عندنا بمهمة تصريح المصاعد القديمة. ان قلبة الدنيا. اقام دعوة على البي بي سي البريطانية. لان حجاها انور الحمداني زعل. ليش بابا تزعل? ليش تزعل? جزء من تاريخك افتخر بي. شنو كلكم ولدتكم امهاتكم انبياء? كلكم ولدتكم امهاتكم اغوات? كلكم ولدتكم امهاتكم اقطاعية? لا يا اخي ما اكونش حتي. الان هسه في ملف اخر. يروحون يشكوا لما عندهم شهادات. ليش بالله عليكم? طلعوا لي نائب قال والله ما عندي شهادة. طلعوا لي نائب. طلعوا لنائب بالبرمان قال ما عندي شهادة. هسه جاي يشتغلون شوف هذا الخبر. جاي يشتغلون مثل ما يقول صدق اللبان? بانه يسعون الى ان يشملون بالمشاركة بالانتخابات. سواء عدو معدادية او ما عدو معدادية. يا اخي على العين وعال الرأس. بسم الله عليكم من ومنكم خلال السنوات المضاد قال للشعب العراقي ما عنده شهادة. من هو اللي قال? مش عاني الجبوري جاي يتوسل الان مثل هرجع لي. جاي يتوسل بالدكتور محمد تميم اللي كان وزير التربية. يقول لي انا قدمت لك شهادة الدكتورة او شهادة بكالوريوس. قال لي اخي وان قدمت لي شهادة بكالوريوس. انت جبتلي من وزارة التربية. شهادة من شرية وزير التربية جايب لي شهادة مال عدادية. وينش وقت جبتلي مال بكالوريوس. وانا ما عندي شي شخص صوية مش عان. ذاك اليوم دكتور حميد عبد الله الرجل انا شفته ايضا. وقال لي يقال لي ليش ما نحل الموضوع. قلت له والله ما عندي شي شخص صوية مش عاني جبوري. مش عاني اللي يتباهى الان يقول انا حكم تنور ثلاث سنوات. بتلاث دعوات. الان يس اضافوا لي ثلاث سنوات اخرى احكم. ثلاث سنوات بتلاث دعوات. على كل قضية سنة. حاكمني مش عاني. سجد مشدد. ليش بويه. ها عجل يابا سوى تاني. شام بيني وبين سبايكل خمسين مترا بين اللي قصة والروس حزة والروس. ها عجل يابا سوى تاني. بلغت على اهل وناسي. ها كتبت بيهم تقرير حتى اخوي كتبت بيه تقرير حتى بعدي يشيوا الروس هم. ها عجل يابا سوى تاني. حتى تكسب نتلاث دعاوة. ايدك وماش شيء مرحبا دعاوة. مرحبا دعاوة. وانا اريد اقول شوفاني ايه. انا ابن ابوي. انا انوار الحمداني اللي يطلع النوب اقول صلسانة بالقانون. اللي يقول لك والله لا افضح انوار افضحني. مش كولي الذن ماذا عندك شيء على انوار ما تفضحني. ايا واحد كان صحفي ولا قرقوز ولا ايا يكون. مش كولي الذن امام الله. اوقفك امام الله اذا تعرف شيء على انوار وضاهم الله. لا ابضح اذا انت ازلمه. يفهم كلام اللي جاي يوجه لكلام الان. افضحني اذا عندك شيء. كعف اسلوب كوم اسلوب سلوب الجريدية. ريح ان اريد اسلوب زلم. ولا واحد طلع قال ما عندي شهادة. لكن رجل محترم ويقول لك ليش انوارا يوقف ويا الزلم. لان يستاهلون. رجل محترم مثل مثل مسعود بارزاني اللي انا اعتبره زعيم. وقفوا وقال له له تعالي نريد نمطيك شهادة الدكتوراه فخرية. قلهم انا ما مكمل جامعة عدا اخي شهادة الدكتوراه فخرية. انا مستعد اشتغل. حارس بباب الجامعة احتراما للشهادة وما اقل الشهادة. لهذا مسعود بارزاني سجل اسمه بالتاريخ. ولهذا انتم سجلتوا اسمائكم بمزبلة التاريخ. هذا الفرق بين الرجل اللي يشتغل لامته. وبينكم اللي بكتو امتكم بكتو شعبكم. ذكره. بس حقيقة ما اللي رحمة لانه او هاد مسائل علمية. او يمو دكتور. ولا داخل جامعة لحبة واحدة في حياتي. اودي راح يقلل منقيمة الجامعة وراح يقلل منقيمة راح يفسر بغير شكل. او اكون زميل لكم انا انا زميل لكم وانا مستعد اكون حارس في الجامعة بس اعمل او احضر دكتورة فخرية انا اعتذر ومع كل شكري وترضيلي لشعوري. بس حقيقة ما اللي رحمة لانه او هاد مسائل علمية. او يمو دكتور. ولا داخل جامعة لحبة واحدة في حياتي. اودي راح يقلل منقيمة الجامعة وراح يقلل منقيمة يا ايوه. راح يفسر بغير شكل. او اكون زميل لكم انا انا زميل لكم وانا مستعد اكون حارس في الجامعة بس اعمل احضر دكتورة فخرية انا اعتذر ومع كل شكري وترضيلي لشعوري. لهذا انا احترمه. انا احترم اللي تبني بلدانها. احترمت احمد نجات لانه بنى ايران من عمدة طهران. حتى يكون رئيس دولة وينام على القاع. احترمت الرئيس اردوغان وما زلت احترمه لان بنى تركيا. شوفوا تركيا قبل وشوفوا تركيا الان بعد من عمدة اسطنبول الى زعيم عالمي رفع اسم الاسلام ورفع اسم التراك. احترمت. مسعود بارزاني كزعيم حافظ على مبدئه. ما قال انا بتمسك بالكرسي واحترف قال انا ما عندي شهادة يا جماعة. يعترف يفتخر. منو سواها منكم؟ منو سواها منكم؟ ما حسواها. لان انتو تخجلون من تاريخكم. وهو الرجل يفتخر بتاريخه. لهذا دخل بتاريخه. رفعوا على اي رقيب استاهل. بس حقيقة مال برحملة. لانه او هاد مساء العلمية. او مو دكتور. ولا داخل جامعة لحظة واحدة في حياتي. او دي راح يقلل منطين محت الجامعة وراح يقلل منطين كائمة. راح يفسر بغير شكل. أكون زمين الكم. انا مع مساء لكون حارس في الجامعة. بس اخول. اشتركوا في القناة 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 يعني كلها جاهزة فهذه دعوة لكل سياسي المناطق المحررة لا أريد أن نقول سنية حتى لا يهتمون كل المناطق المحررة من داعش أكو شروط من المجتمع أنه حتى نطمئن وحتى الناس تذهب إلى الانتقاب يجب أن تطبق أولا خراج الميليشيات من هذه المناطق السيد العبادي أمر بإخراج الميليشيات لن تطع الميليشيات تحرير وخلاص والحمد لله شرطة المحلية والجيش موجود وقوات التداخل السريع موجودة ما نحتاج بعد أنه ميليشيات وحشد والحشد بارك الله بيهم حررة والمناطق عم يجزاكم الله خير ولو ما خليتونا نشارك وجيتوا أنتو وهم جزاكم الله خير عم يرجعوا وإحنا كفيلين بهذه المناطق قسما بالله يا أستاذ أنور لو بالألفين واثناثم طبقين الفدرالية بصلاح الدين فلا صار هذا حال صلاح الدين عدنا من النخب والكفاءات بصلاح الدين أمنية وإدارية وفنية كان هساعة المحافظة تختلف عن كل المناطق كان همه والمحافظة أبناها بس اللي ما رأى تصير فدرالية ايش قد قبضت الناس تسأله ايش قد قبضت انت حتى ترفض موضوع الفدرالية وليش تأخرت هذه الدناءة حشد سامع حشد حضور كل من يسمعني أنه وصلت عند المسؤول السني اللي ما مصدق وصل للكرسي وصار إله والزعيم والقائد واطلق عليه التسميات الأخرى الأسد والذيب والواوي ومعرف ويش والحصير ومنها السوالف عيب يا أخي عيب وانت جاية تجلس ويا الناس والناس تعرفك تجذب ليش تجذب عن الناس إلى متى تجذب وهذه أموال النازحين بقتها داعش ونهزمتوا جدامها داعش أرباطعش سيارة جدت بهورينات وطبت للمحافظة لو ظلين انتم حماياتكم ونقاتلين ومبيتين على قاعكم أشرف لكم مما صار بالعالم هالشكل إصارين هذي أربع سنين وتريدون هالساعة تعيدون نفس الكرة ونفسها تشذب التعينات اللي يتوفى أو يطلع تقاعد أو ينفصل أو ما عرف إيش يحجزون هذه ما يعوضوها ينتظرون الانتخابات من تجي الانتخابات أنا يعين طبعا هو يقدر يعين ليش مكان المقعد الفلاني الموظف الفلاني التقاعد خله واحد بمكانه وهذه بالمحسوبية وبفلوس وبعشر تالاف دولار وبخمس تالاف دولار يا إخوان يعني اليوم وصلنا إلى مرحلة أنه البلد رايح انتهى من شمال إلى جنوبة منتهي موضوع الفيدراليات تطلعوا لي بها وتسألفوا لي بها أنه هي تقسيم وين التقسيم إما هنتوا كتبتوها بالدستور موجودة وهذه الشمال لو ما الشمال وقليم كردستان ما كانوا نحموا ثلاث ملايين مليون وثمانمائة نازح ومهجر من مناطق المحافظات السنية رح ختل هناك وأمنوا لكرات وين من اللي عبرهم من بزيبز لو دخلهم البغداد بكفيل لو حجوهم على السيطرات يا أخوان خلينا نكون واضحين نكون صادقين بالتعامل وبالحديث حتى مع الآخرين حتى مع معاعدونا احنا عدنا كل الدنيا استفادت من العراق ألا العراقي كل اللي عدنا بالحكومة وبالبرلمان كلهم موظفين عند الدول فلا عدنا برلماني أو موظف في الدولة يخدم العراقيين قلي طلعوا لي قرارات نفذوها تخدم العراقيين كلها من بداية النهايتها يا أخوان خلونا نراجع حساباتنا العالم كله متكالب علينا من إيران إلى الأردن إلى تركيا إلى السعودية إلى الأمريكا أوروبا حتى بالصومال جاينا يا أخوان هذا البلد راح يضيع قسم من بالله راح يضيع خلونا اليوم نفتح نفتح باب الحوار الحقيقي لا تطلعوا لي بموضوع المصالح المصالحة بيراتكم أنتوا سياسيين قضيتونا أربع سنين قبلها مصالحة سياسيين قالت المصالحة ورجعت رجعتونا أربع سنين الأخرى داعش وماعش أربع سنين الجاية الله يدري الله وكلكم ما يضع عندنا أكثر تدري يا أستاذ أنور وأنت سيد العارفين عدنا نازحين ولاجئين عندنا نازحين داخل البلد إلى حد اليوم ثلاث ملايين وثلاث مئة وكسر داخل البلد نازحين وعدنا أكثر من ستة مليون ستة شر من تحررت البلاطق إذا مو سنة يا سنة مناطقنا إحنا مناطقنا سليمان بيتش داخلها داعش يوم داعش اثنعاش ستة تم تحريرها واحد عشرة يعني أربع تشرب تقريبا وردت المنطقة ردوا ردوا يعني هالساعة متحررة صارة بحدود ثلاث سنوات من ألف ثلاث من ألف ثلاث ألف سنوات الله وكي لك متحررة المناطق من زمان هاي بحضرة يا شيك ثائر أنا أتسألك يعني حضرتك يعني يبدو لي من مشجعي الفيدرالية الإدارية يعني الفيدرالية الإدارية الآن أصبحت حزب شنو قناعتكم بهذا الحزب شنو تقديركم يعني هذا الموضوع إحنا شفنا البرامج السياسية اللي مقدميها الأحزاب والتيارات ومعرف إيش وقعدنا ويا شثير من الأحزاب اللي التقينا بيه ومجونا وسمعنا ونفس البرامج عند الكل أنا شفتهم الله وكيلك تقول كوبي مستنسخي الوحدة الوطنية التعويضات والإعمار وكلها تشذب فيه تشذب فيه تشذب كل محرامية ما هكوه الحجة صار من 14 سنة شبعنا منه هالساعة قعدنا ويا الأخوة جمعة الحزب الفيدرالي يعني شفنا أكو برنامج يعني حقيقة أمانة هذه واحد يسولفها الله فوقنا شفنا برنامج حقيقي لإنقاذ إحنا يعني من تقول لك أنا أهلي تحت الوصاية وتحت السيطرة ما للآخرين أنا ما رد أطلع من العراق ومستحيل أنه أقسم البلد ومستحيل أنه أفكر ابن عمي البجنوب البيات البجنوب ورهو حذبح وهو يجي ذبحني هذه من سابع المستحيلات ما تصير بالمجتمع اللي يصير بالمجتمع الحزب الفلاني يسوق الميليشيات عندها قتلون الحزب الفلاني وربعه هذا اللي صار بالمجتمع أما كفدرالية إدارية هي حقيقة حماية حماية للمجتمع نحن ما طالعين من البلد ولا راحين قردوا ولا حاجين بنفس البلد أنا عندي عندي من ضمن المشروع هذا الفدرالي اللي قرينا وأني دعم أنا أول الناس بلد 2012 من صارت نحن كنا دعمنا وصارت التواقع ووقعت هالناس وقال الله وكي لك هالساعة يكون ناس نقول لك أنا وقع حتى لو تقسيم بس نحن أطلق بس نخلص إحنا ما نريح هذا الحج إحنا نقول فدراليات وطنية اللي هي فدراليات محافظة مو فدراليات سنية أو شيعية أو كردية أو ما شابه فدراليات محافظة يا أخوات خلونا نحمي هالمحافظة خلونا نبني هالمحافظة خلونا نجيب ناس ليش ماكو ناس مرشحين يعني شرفة ليش ماكو ناس نخب عندنا ليش ماكو عندنا كفاءات تبني هذا البلد عشر قوط و تمنى عشر بلدان مثل اكبر مور في دبي بنواء المهندسين عراقيين اكبر مور في دبي انا سمعت الاكي من الناس وسمعتهم من الاماراتين قالوا المهندسين العراقيين كان يباتون بالموقع هذول العراقيين اللي عادوا الكارباب ست شعر بعد ال完全 هذه العراقيين اللي نظفوا المناطق وكان ينظر بيها المثل بسبعينات العراق 8 اثنين حربوا يا ايران والعراقي يروح ياخذ المواد في السين ونصف هذا العراقي كان لغيره وعنده عنده فزعة لهله وللبلد بدون تكلفة احنا ما عدنا هذه الساعة هسا عدنا مجرد احزاب متقاسبين انت شايف احزاب تقعد وتتفق وتتحالف وخلال عشر ساعات تتفلش ايه وين المكتب السياسي بالكوم والاتفاقات وين مبادئكم وين اهدافكم ايه ما عدنا تحالفات احنا ما عدنا اصلا شي اسمه احزاب ولا عدنا عدهم اخلاق ولا عدهم مبادئ ولا عدهم اهداف عندنا مجموعة عصابات ومافيات مستلمين المناصب ويتقاسموها بيناتهم وين فلوس النازحين يلا تطلعوا لي فلوس النازحين اللي انصرفت وخلتا يقول العبادي انه ما انصرفت فلوس للنازحين لا انصرفت فلوس واموال مليارات للنازحين والنازح ما قبض منها شي وين تريدون توصلونا بعد شن رسالتك الى الى ابناء محافظة صلاح الدين وعشائرها شو رسالتك المباشرة والله يا استاذ انوار خلتا يسمعوني هم الكل وما سامعيني وسيسمعوني هاليوم هم اليوم الامر بيدياكم تقولون ما نروح ننتخي لا تروحوا روحوا شق الورقة اشطبها 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 اضربها في الورقة هي الجهاز راح يقراها غلط ما تنقرأ اصلا وما قدرون يزوروها بعد لان بصمتك انتوية البطاقة مالتك لا تصدر هذه تتزور اما العدوى الفرز هذا يكون مكينة راح تعدو تفرز تفرز كل الاصوات احنا شنو شروطة اولا يعني حتى المناطق تروح تنتخب اذا ما يطلعونا الميليشيات ما حدلوا الانتخابات اذا ما يخلون لجان حقيقية مشرفة دولية على الانتخابات تنظمن عدم التزوير تنظمن عدم الضغط على الناخبين من يجون هذه نقطة جدا مهمة يعني هذه الناس حتى تطمئن ثلاثة خلونا يا اخوان ننتظر القوائم اللي راح تطلع اللي هناك قوائم ما راح تطلع اصلا ترى ولا راح تدخل للانتخابات ونختار وجوه واحزاب وشخصيات نعرفها ونثق بها ما اقول لك روح انتخب لها الاحزاب القديمة والاسماء القديمة والله لا بي خيرها اللي ينتخب من عندهم وغيرها ما عند اللي ينتخب من هذولا لين جربناهم ما يحتاجون انه نعيد التجربة المآسي اللي طببونا بيها شن اللي قدمونا اياه وصلنا مرحلة هذا الساعة ما نعرف اذاك اليوم صار الامريكان يقصفون بالبغدادي من يحكم البلد الامريكان يحكمون للحكومة العراقية من يحكم البلد اشو ما شاء الله القادة الايرانيين يفترون بالبلد من يحكم البلد والله ما عندنا نعرف يا استاذ النور من يحكم البلد كل الدول تحكم البلد الا العراقي ما يحكم البلد الا العراقي جيب لي عراقي يحكم البلد هاليوم بعد داعش وهالي المآسي اللي مرينا بيها خلونا نفتح صفحة خلونا نشتغل صحيح خلونا نقول للفاسد فاسد بدل ما أستقبله وهالليلة أكو أمر آخر طبعا هذه المسميات الدكتور الفلاني والشيخ الفخد والشيخ العموم والشيخ مشايخ والأمير عمي دبطلوا هالسوالب والله الناس ملت من هالسوالب والله ملين عمي حتى المشيخ لا عمي لا لا أعطيك معلومة الشيخ الأصل بالعكس الله يحفظك هذه متابات المجتمع أنا عشائري نعم كنا عراقين عشائريا لكن هاي النماذج اللي طلعت ودعت انه شيخ المشايخ وشيخ الشباب وشيخ مدردوه يعني الشوخ التسعينات ترى انتهوا وشوخ الدولار هم انتهوا وهالساها ذاك اليوم والعبداللطيف يقول طلعوا عدنا الشيخ المخدرات احنا نريد الشيخ الأصل المثابات بالمجتمع وانتوا في مقدمته الله يعفظك لا عدنا شيوخ هالسا عدنا شيوخ ماعش أخاف ما تعرف هاي الجديدة طلعت هالسا هالساعة ماعش وياما يعني شيوخ ماعش يا استاذ نوار شيوخ ماعش هذا كان ويا داعش وهالساعة وصار هالساعة ويا الميليشيات فصار ماعش قبل داعش وهالساعة قبل قاعدة وداعش لا وانطيك معلومة يعني هذي هذي شوف المزايدات عن الناس الصحوات الصحوات اللي قاتلت القاعدة وطهرت المناطق وانطلت شو أداء ودمرها المالكي وربع المالكي واذاهم وحتى اكلوا رواتبهم وباقوها هاليوم يطشون اخبار انه والله راح الرجع الصحوات يعني اريد احشيها بس والله مستعمنا المجتمع لأنزلهم شاب بس هذي الكذب عن الناس عيب المفروض قادة الصحوات الدزون عليهم هذول الناس قاتلوا ويا الامريكان ويا غير الامريكان هذول الناس انطوا شهداء هذول الناس ضحوا هذول الناس المفروض بل المناطق هي نفسها اللي عادت يرجعون وينضمون الى قوة حقيقية يطوعون للشرطة يطوعوهم للجيش يشغلون منهم قوة يسؤولهم حرس هذا هذا المفروض يصير اصرف رواتبهم اللي نقلت وانباقت هذول ولد المناطق ولد العشائر وين ينقلون اخر كلمة اخر كلمة اريد منك رسالة الى الى اللي اسسوا حزب الفيدرالية الوطني والله رسالتك الهم يعني هاليوم اقول لهم اياه وهذه مباشرة الهم والله نحطوا عن موضوع الفيدرالية اشعره فلا ننتخبكم ولا نثقف ولا نحكو اياكم حيش اسلامي نقوم نشتمكم هاليوم ماعدنا غير انه انطبق الفيدرالية الوطنية الفيدرالية فدرالية المحافظات الادارية مو فدرالية الحزب الاسلامي لا لا هذا الحزب الاسلامي الكارثة لا تسولف لي الله يرضى عليك السيد طلع عنا رئيس البرلمان الهل السقلاوية لا 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 اززعل دكتور رياد عمي احترم جدا انا احترم انا 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 احترم انا انا جاي عموم يعني رئيس البرلمان انت باعلى سلطة بالتشريعية بالدولة من تل 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 تقي بأهلة الصقلاوية وتقول لهم والله الاخبار طيبة وصلنا الى نتائج بالمخطوفين وهذا اليوم وذاك يوم الله وكيلك لاش عدلي المخطوفين احنا عدنا بسليمان باجناس انخطفت الله وكيلك اختفوا يعني وهذه رسالة سيدة الوزير انه يشكل لجد حقيقية ليكشف ارواح هذول يا اخي ميتين ندفنهم ونقول مات والله يلحمهم وهذا بس هذه الناس يا انور استاذ انور الله يرضى عليك الناس ترى فايرة دم مالها راح ابنها راح دمها راح حقك والله شكرا 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 اليك الشيخ ثائر البياتي رئيس او الامين العام لمجلس العشائر العربية في محافظة صلاح الدين تحية لكم والتاسع برنامجكم دوما مرحب بصوتكم الجريء والاصيل والمهم رصدنا مستمر السلام عليكم وحبت الله وبركاته موسيقى